ساني جايز كانت لبيرسيتاو أفضل لاعب أفريكي داخل القارة وعن كل استحقاق وجدارة بيرسيتاو تحول تحول مع مين مع مارس الكولر تصور أن بيرسيتاو اللي كان جاي الأهلي بقرار من بيتسو موسيماني اللي دربوا بيتسو موسيماني قبل كده في سانداوينز اللي مفهوض يقدم معاه أفضل شيء ويقال اللي مستخد بالك معظمنا قال أنه لما موسيماني مشي يا إما بيرسيتاو هيمشي مع موسيماني يا إما بيرسيتاو مش هيقدم مستوى جيد مع الأهل مع مارس الكولر نسخة أصلية لبيرسيتاو بيرسيتاو اللي كان من كام سنة مع جنوب أفريكي همكسر الدنيا بيرسيتاو اللي مع سانداوينز كان مكسر الدنيا هو ده بيرسيتاو مع شوية خبرات كمان فبقى عندك نسخة من بيرسيتاو نسخة نارية نسخة مش طبعية بيرسيتاو كان واحد من أهم لعب النادي الأهلي الموسم الماضي اللي لم يكن أهمهم وهتقول لي ليه بير ستاوب بتقول عنه الكلام ده او بير ستاوب ده نموذج المحترف اللاعب الأجنبي اللي المفروض يبقى موجود في الدولة المصري ازاي لاب عنده سبات اللي حد كبير في المستوى في معظم المباريات عنده حاجات بتستغلبش اناها قولها لك عشان هي بصراحة مش عند معظمنا مش معظم اللاعب المصريين للأسف انا بقولها وانا بقول لي للأسف يعني بس مهارات التسليم والتسلم الأماكن اللي بيعرف يبقى متواجد فيها العقلية اللي بتخليتك تيكيا في الملعب امتى برجع عدافع وامتى بهاجم وامتى خش انسايد في منطقة الجزاء وامتى بقى موجود في النص الملعب في تفاصيل فنية المدربين يحبوا بسببها بير ستاو جدا لعيب تييل قوي كسبانه النادي الأهل بكل تأكيد فجائزة أفضل لعب أفريكي داخل الكرة لبير ستاو